الحمد لله على السلامة لو حاجة بتتفرج على الفيديو ده يبقى قمتي بالسلامة الحمد لله من الولادة القيصرية عايزين نتكلم مع بعض شوية بخصوص تعليمات بعد الولادة القيصرية بالذات أول حاجة بالنسبة للحركة ننصح دايما بأن احنا نتحرك كويس جدا بعد الولادة القيصرية أو بعد أي تدخل جراحي الحركة دي اللي هي الحركة البسيطة في المنزل بدون أي مجهود وما نمش على ظهرنا إلا إذا كنا هننام فقط تاني حاجة بالنسبة للسويل بنطلب من حضرتك أن احنا نشرب من 2 ل 3 لتر سويل يوميا وبننصح دايما بالسويل الشفافة السويل الشفافة اللي هي أي عصير أي مية سععة أو سخنة أي سويل شفافة لكن بلاش العصائر زي الجوافة وزي المنجة الحاجات اللي هي ذات القوام الغريز بلاش منها في الفترة الأوانية بعد الولادة القيصرية ثالث حاجة أن احنا ناخد شاور فيه نوعين من الأغطية اللي بنحطها على الجروح فيه الغطاء اللي هو الووتر بروف ده بينفع أن احنا ناخد شاور بيه عادي جدا وما فيش فيه مشكلة وما بيتأثرش وما بيوصلش للجرح فيه الغيار التاني اللي هو الغيار العادي في حالة أن أنا أخدت شاور بالغيار العادي ولقيته أنه هو حصل له بلل بننصح أن احنا يتم تغيير الغيار ده بغيار آخر معقم ونضيف مش مبلل بعد انتهاء الشاور مباشرة دي التعليمات الأساسية بالنسبة للسيدات بعد الولادة القيصرية آخر حاجة أن احنا بناخد الأدوية بتاعتنا اللي مبعوتة لنا أو اللي مكتوبة في الرشدة بانتظام علشان خاطر يساعد على التقام الجرح ويقلل الألم فبالتالي يساعدنا على حركة كويس الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله ربنا يتم شفاكي على خير منتظرينك في العيادة إن شاء الله بإذن الله